اشتركوا في القناة فألف الغزالي كتاب تهافت الفلاسفة بمعنى تناقض الفلاسفة الغزالي في هذا الكتاب اتهم الفلسفة بأنها فاشلة وبأنها عاجزة عن إيجاد أجوبة شافية لمسائل الوجود الكبرى أراد علي أبن رشد بكتاب تهافت التهافت قام بتشريح كتاب الغزالي بالتفصيل وأظهر لك جميع العيوب اللي بي الغزالي بما معناه يقول في كتاب تهافت الفلاسفة إذا تناقض النص الديني الموجود بالقرآن الكريم على سبيل المثال مع العقل مع مبادئ العقل فإن علينا أن نأخذ بالنص حتى لم يسجم على العقل هذا ملخص فكرة الغزالي لكن إبن رشد في كتابه تهافت التهافت انتصر للعقل وللمنطق فقال إذا اختلف النص الديني كما موجود في القرآن الكريم مع العقل فإن علينا أن ننتصر للعقل ننتصر للعقل لا للنص اللهوتي لماذا؟ يقول ابن الرشد لأن الدين يجب أن يترك للتفسيرات الروحية وليست العقلانية ولا المادية بمعنى أن الدين نجد إلى تفسير رمز آخر وينتهي الموضوع ولذلك ليس فقط الغزالي بل كثيرين هم حماة الدين هؤلاء اللي عادوا الفلسفة والفلاسفة هذا الموضوع ليس غريب بل يرجع إلى بداية ظهور الفلسفة أصلا كفاح ضروري جدا كان من وجهة نظر حماة الدين ضد الفلاسفة تقريبا بالعالم الإسلامي بدأ مع ظهور مدرسة المعتزلة أيضا نصد دولها عامة الناس بالتحديد أحمد بن حنبل بكل الأحوال مهما كان الفيلسوف مخلص للدين كما في حالة أبو الوليد بالرشد القاضي كما أن هذا الرجل مؤمن بالله ويؤمن بالنص القرآني لكن بما أنه فيلسوف وينتصر العقل فأنه مذهب في نظر الغزالي وحماة الدين بشكل عام كان يعتبر خطر جدا لماذا؟ لأن الفلاسفة حكموا بأن مذهب الفلاسفة يهتم بالعقل أكثر مما ينبغي هذا الكلام من وجهة نظر حماة الدين حماة الدين يقولون أن الفلاسفة يعني عند بحثهم عن الحقيقة في هذا البحث يستخدمون العقل بالضبط بنفس الوقت وكانوا العقل مساير للوحي أو لا يجعلون العقل أفضل من الوحي نعم رجال الدين بشكل عام وحماة الدين لم يتقبلوا الفلسفة بشكل جيد أبدا لا فرق بين المتقدمين منهم والمتأخرين رفضوا الفلاسفة من أرسطو إلى أحد زمن الغزالي لذلك الغزالي هذا الرجل كان هو أشرس رجل في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية الذي يوقف ضد الفلسفة والفلاسفة في كتابة تهافت الفلاسفة لا يوجد أحد قبله ولا بعده حطم الفلسفة كما فعل الغزالي قبل أن الغزالي ينشر كتابه تهافت الفلاسفة قدم له الكتاب الذي هو مقاصد الفلاسفة عرض بهذا الكتاب جميع المذاهب الفلسفية اللي كان ناوي فيما بعد أن يبين تهافتها هو عندما ألف مقاصد الفلاسفة قبل أن يألف التهافت لا كان الرجل فقط يطرح الأفكار الفلسفية والفلاسفة وأراءهم بشكل عام لكن هو كان عندنية مسبقة تحقيم الفلسفة فأراد الغزالي من نشر الكتاب مقاصد الفلسفة أن يبين الفلسفة للناس أن يبين الفلسفة للعامة أن العامة عامة الناس الجمهور يطلعون على الفلسفة يكون عندهم معلومة حتى يضربها الضربة القاصمة صح؟ كثيرا أنا أتكلم عن نظريات التطور وأنا مو اختصاصي ولا دارس بيولوجي ولا عندي شهادة ولا كذا فممكن أن شخص يوجه لي سؤال يقول أنت لا تعرف بالتطور أنت ما دارس تطور صحيح ما دارس تطور مثلا فالغزالي حتى لا يوجه إلى سؤال ويقول له أنت وما أدرك بالفلسفة لا يعرف الغزالي تفاصيل الفلسفة بحيثياتها بحيث هو استفاد أيضاً من الفلسفة ولذلك عندما ينقدها ما حد يجرأ يقول له وما أدرك تنين تعرف فلسفة كيف تعرف؟ لا ولذلك سبب تعلم الغزالي الفلسفة هو من أجل أن طبعاً سنت يموقع يتعلمها ومؤكد أن الفلسفة اللي تعلمها الغزالي ليس بنفس فلسفة اليوم المعقدة أو كذا لا يعني بس بشكل عامية أيضاً ليست بالأمر الهين لكن ليست كما هي الفلسفة اليوم فهو هذا السبب يعني أنه يبين الفلسفة للناس حتى من يستقضها الناس عندها معلومة عندها معرفة عنها ولذلك الغزالي هناك لغطة غريبة عندما أراد أن يحطم الفلسفة والفلسفة في تعافة الفلسفة هو من كان قصدي بين الحق هو يقول هو يقول لا أريد أن أبين الحق من الباطل يذكر هذا الأمر في المنقذ من الضلال أنه فقط يريد يبهد ويريد ينزل من قيمة الفلسفة والفلسفة وأيضاً ذكر في المنقذ من الضلال أمر مهم قال أنه لا يوجد أحد من حماة الدين من رجال الدين قام بهذا العمل الذي قمت به تحطيم الفلسفة والفلسفة ورد عليها أنا أول شخص أتصدد الفلسفة هذا كلام غير صحيح نعم عن عمد قال هذا الكلام الغزالي أو عن غير عمد هذا الكلام ليس صحيح أبداً لأنه الغزالي ليس هو أول من رد على الفلسفة كثيرين قبل ردوا على الفلسفة والفلسفة من ضمنهم ابن حزم الأندلسي كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل رد لك على كل الفرق المخالفة يعتبرها من رجال النظرة للإسلام ورد على الفلسفة بنفس الوقت ثانيهم محمد الجويني عبد الله بن محمد الجويني هذا أستاذ الغزالي يعني الغزالي دارس عده عده كتاب اسمه البرهان في أصول الدين يرد على الفلسفة فالغزالي مو كلامه غير صحيح عندما قال أنا أول يعني هو بالتعديد وتقول لم أرى أحد من علماء المسلمين صرف عنايته وهمته إلى ذلك يعني الرد على الفلسفة لكن مع ذلك الغزالي هو الذي انتفع بجهود جويني وبن حزم الأندلسي وأصبح عنده يعني شيء مخزون لنقول يساعد بالرد على الفلسفة والفلسفة زادته قوة وبذلك اللي فعل الغزالي أنه ضرب لك الفلسفة ضربة لم تنهض معها أبدا في الشرق على الأطلاق انتهت الفلسفة على يد الغزالي انتهت العلوم والمعرفة والحضارة على يد الغزالي هذه الحضارة اللي يفتخرون بها كثير من الناس وحقهم اللي بدأها المأمونة العباسي 300 سنة قضى عليها أبي حمد الغزالي والفضل إلى وللسلاجقة لكن هاي الفلسفة اللي قضى عليها بالشرق وجدت من ينتصف لها في الغرب أبو الوليد بالرجد القاضي بعد دفاع عن فلسفة وتفنيدة لكتاب الغزالي كتاب اللي هو تهافت التهافت ولذلك كان الهدف من كتاب الغزالي تهافت الفلسفة أبطال ما يدعيه جميع الفلسفة بيان أنه عقيدتهم ضعيفة وأيضا أنه آراءهم مختلفة وراءهم متناقضة خاصة فيما يتعلق بالمسائل الإلهية هؤلاء الفلسفة الغزالي كما ذكرت أنه ما يقصد هو يقول أنا ما أقصد أنه أبين الحق من الباطل بالمسائل اللي كانت مثار نزاع بيني وبين الفلسفة والفلسفة أبدا أنا عن دينية فيما بعد أن ألف كتاب عن هذا الموضوع يقول أنا عن دينية أنه كتاب أتحدث به عن الحق فيما بعد بعد هذا الكتاب أما إثبات الحق هذا مو موضوع كتاب تهافت الفلسفة هذا تهافت الفلسفة لا فقط أنه أبين هؤلاء الناس أنه متناقضين وما عندهم مصداقية وغيرها الكتاب هذا قصد هدم هدم للفلسفة والفلسفة فقط فيما بعد سوف أألف كتاب يتحدث عن الحق وغيرها ولذلك كان منهج الغزالي في هذا الكتاب اللي أراد به فقط هدم الفلسفة والفلسفة العمل على نزعة ثقة ثقة ناس بالفلسفة ويصور لك ياهم وناس أغبياء لا يعرفون سبيل الله حائدين عن طريق الهدى والإسلام ظنين بالله ظن السوء وأناس مغرورين بعقولهم لا أكثر ولا أقل يقول أن هؤلاء الفلسفة أنه يدعون أنهم عندما يقومون ب استخدام عقولهم هذا الأمر سيغنيهم عن الأنبياء والرسل فهكذا كان منهج التشويش على الفلسفة والفلاسفة محاولة تفحامهم الزامهم جميعا مذهب واحد وكان الفلسفة والفلاسفة كلهم عدوا وراء وحده فوضع لك الفلاسفة كلهم بخانة وحده وقال أنتو كذا وكذا وكذا مع العلم هذا شيء خاطئ جدا لأنه هذا ما يتفق مع أساطين الفلسفة من أرسطول أو كريتيوس للرواقيين للأبيقورين كل فلسفة بل مدارس فلسفية لهذه التجاهات متعارضة الرواقيين أين الأبيقورين أين على سبيل المثال الشكوكيين أين وهكذا فهي الفلسفة لا يعني لا هو بضرح في بوتقة وحده وقال أنتم تقولون كذا وكذا وكذا فأراد أن يبين قصور العقل وعدم قدرة العقل على معرفة الأمور الإلهية أراد أن يبين أنه معرفة هذه الأمور الكونية الأسئلة الوجودية كبرى ما يعرفها إلا الأنبياء والرسل إلا أنبياء الله وخاصة رسله هكذا نجد أن الغزالي لجأ إلى كل سلاح من أجل أن يجد فيه عون لتحطيم الفلسفة ما الذي سوف يفعل ابن رشد أمام هذا الخصم القوي العدو اللدود ما الذي سوف يفعله هذا الخصم اللي هو الغزالي لم يلجأ إلى المنطق وحده وأيضا لم يرد أني بين الحقيقة ولهذا كما ذكرت يقول سوف أؤلف كتاب فيما بعد هذا كتاب سمي تمهيد الحق فيما بعد الآن لا هذا كتابي تهوفة الفلسفة هو رد وتحطيم على الفلسفة إذن أراد الفيلسوف وبالرشد أن يدافع عن الفلسفة بما رأى عدوانا من الغزالي وأمثاله أراد أن يدافع عن الفلسفة وينتصف للفلسفة والفلسفة وبالفعل وبالفعل فعل هذا شيء لكنه لم يكن الأب الرشد في رد على الغزالي بحقه باطل لا أبدا لم تكن هكذا أخلاقه بالرشد لم ينس في هذه الخصومة الفكرية العنيفة أنه قاضي والقاضي دور أدلة القاضي يبحث ويبحث وتوجد عدة حجج وهكذا هذا القاضي يزن حج مع حجه والقاضي ما يخجل ولا يخاف أنه يقول الحق مهما كان هذا الحق وإذا كان الغزالي محق يحترف له بالفعل عندما تقرأ هذا الكتاب تهافت التهافت هو لا يشن حرب شعواء حقه باطل على الغزالي بل على الأمور الكثيرة جدا اللي أخطأ بها الغزالي فيبدأ بالقول أنه هذا الكتاب ألفته تهافت التهافت للرد على تهافت الفلاسفة الغزالي ليس ببيان الحق في كل المسائل اللي يطرحها الغزالي بل أريد أبين أنه هذا الكتاب بصفصة كثيرة جدا كلام هذر واتهامات بدون أي أساس هو كلام لا يوجد به يقين هو كلام يفتقد للبرهان إذن أبو الرشد لا يعيب على الغزالي يعني أنه يناقض الفلسفة يقول أن الفلسفة الفلسفة هم تناقضين وغيرهم أبدا فكل قصد بكتاب تهافت التهافت أنه يريد يبين الحق فيما تم الاختلاف فيه بين الغزالي والمتكلمين بشكل عام مع أعداء الفلسفة والفلسفة لا أكثر والأقل ونحن نعرف بالحلقة السابقة أنه كان هذا الرجل إبو رشد أمين جدا على أنه يقوم بعمل التوفيق بين العقل والنقل بين الشريعة والفلسفة تذكرون حلقة السابقة عنه برشد وتذكرون أيضا أنه برشد ذكرنا أنه قسم الناس إلى طبقات وقال أنه كل طبقة يجب أن نخاطبها على قدر عقلها هناك طبقة نخاطبها بالفلسفة وهناك طبقة العوامل نخاطبها بالكلام البسيط قسم الناس تذكرون إلى قسمين أو ثلاث أقسام إذن ليس من الخير أنه أبو رشد يجعل من كتابه عبارة عن هجوم حقه باطل خصوصا هذا الكتاب سوف ينشر ويقرؤه عامة الناس مما سوف يسبب ضرر للناس التي العوامل اللي ما يعرفون شي عن الفلسفة إذن ابن رشد وإن كان حريص على أنه الاعتراف لابن رشد العفو ابن رشد كان حريص على الاعتراف للغزالي بأنه مصيب في بعض الأمور لم يكن يعني ابن رشد النوع المتعند حقه باطل لا وأيضا في هذا الكتاب كان يذهب للهدف مباشرة لا يحيد عن الهدف يمين ويصير وكذا وأيضا ابن رشد كان مترفع على عكس الغزالي عن المهاترة والسباب والخصومة لذلك هذا الرجل ليس غريب على هذه الأمور لأنه قاضي والخصومات يعني هو مهنة المتاعب كما يقولون هذه اللي يستخدمون بها أمام الخصوم كل الأسلحة ولذلك هو خبير بهذا الأمر ليس شيء غريب عليه لذلك لم يرد أبدا أن يرد على أبي حمد الغزالي ما ذكره من السب وتهكم وتحقير الفلسفة والفلاسفة ولذلك قال أنه هذا رجل يعني رماه بالقصور هذا رجل عنده قصور في فهم الفلسفة والحكمة كما قال بالتهافت وقال أنه الغزالي كل قصد التشويش على الفلاسفة ودعاويهم فيكتفي بالقول أنه هذا الأمر الذي ذكر الغزالي لا يليق بعالم بمستوى وهذه هفوة من هفوات عالم أنا أعترف أن الغزالي رجل عالم وهذا الكلام ما يليق به لأن العالم يجب أن يكون عنده قصد يطلب الحق مو يقول والله أنا هدم الفلسفة والفلسفة أو عدي كتاب آخر سأسميه الحق أذكر به الأمر الحقيقي هذا أمر يعني يبعث على الشك ويحير لك العقول إذن أبو الرشد يعطي درس للغزالي وأمثاله بحيث أنه يقول في موضع آخر أنه الغزالي عندما يذكر أنه قصد هو ليس معرفت الحق ولا يهتم بالحق وإنما يقصد أنه أبطال أقاويل الفلسفة والفلسفة وأظهار دعاوهم الباطلة هذا لا يليق بكلام إنسان خير هذا كلام ما يقول إلا إنسان شرير عنده خاية بالشر هكذا يقول برشد يقول يعني هذا غريب أن الغزالي تفوه بهذا الكلام لماذا لأن هذا الرجل استفاد من الفلسفة أي ما استفاد هذا الرجل بعلمه فاق الناس جميعا بما تعلمه من الفلسفة بالفعل كلام برشد جدا صحيح لأنه أعتقد بإحياء علوم الدين ماذا يقول الغزالي يقول أنه علم المنطق هو القانون اللي يميز الصح عن الخطأ المنطق المنطق من الذي أتى به أرستو المنطق لأرستو يستمر غزالي يقول المنطق يميز لك العلم اليقين عن العلم ليس اليقيني يقول عن المنطق هو الميزان أو المعيار اللي نزم بكل العلوم إذن أي شيء أي علم ما نوز بميزان المنطق هذا علم يعني هكذا بما معناه يقول علم ناقص هو يقول بالرشد العفو الغزالي هو يقول هكذا طيب أنت استفاديت من هذا المنطق بكل مؤلفاتك على الطاق لماذا هذا الهجوم هو المنطق جزء من الفلسفة واللي أوجده هو أرستو طيب يستمر بالرشد يقول أنت أفرض أن الفلسفة أخطأوا بأمر كذا وكذا وكذا عشر عشرين مئة مسألة أخطأوا بها الفلسفة أليس من الواجب أن تذكر هذه النقاط واترد عليها طيب لماذا تنكر فضلهم بالجملة على الأطلاق وفوقها تنكر حتى العقل واستخدامه طيب أنت تعرف جيد جدا أنه الفلسفة لو لم تجد أنه إلا المنطق اللي إنت استفاديت منه هذا فضلها واحدة يجب أن نشكره لو لم يكن من الفلسفة إلا المنطق يجب أن أنا وأنت وجميع الناس يشكرون الأرستو والفلسفة على هذا هذه الصنعة العظيمة كيف وأن الفلسفة هي أم العلوم جميع العلوم نوجدت من الفلسفة إذن يستمر بالرشد يقول هل يجوز لشخص استفاد من الفلسفة والفلسفة وكتبهم وتعاليمهم واللي هو أكثر شخص استفاد من الفلسفة وفاق كل هالزمانة بحيث عظمت درجته في الأمة الإسلامية وأصبح صيتة من الشرق للغرب هل يجوز أن يقول فيهم هذا الكلام هل يجوز أن يذمهم على الأطلاق كيف؟ يستمر بالرشد يقول إذا سلمنا أنهم يخطؤون في العلوم الإلهية فيعني لا يوجد أنه كل إنسان عندما يعطي آراءه هو يقصد بيها الحق هو لا يوجد إنسان معاد يقول أنا أريد أن أعاند لا يوجد هذا الكلام فهؤلاء إذا أصابوا نقول لهم شكرا ورحمة الله والديكم لا والله أخطأوا النبع النبع وهو هاي الفلسفة لا يوجد فيلسوف لم ينقض فلسفة ما سبق لدرجة أنه أرسطو على سبيل المثال في عصر النهضة كان أي شخص تريد أن نصبح فيلسوف أول شي يسوي ماذا أول شي يعمل يذهب إلى أرسطو يبحث عن أي نظرية من نظريات أرسطو يفندها يصبح فيلسوف هكذا هي الفلسفة الفلسفة أصلا ما يضايقون من هذا الأمر ولذلك لا يوجد شخص بعد الأنبياء ممكن أن يقول قول بالفلسفة بالعلوم الإلهية ونعتبر هذا حق ونقول انتهى الغزالي أو ابن تيمية أو الطوسي قال هذا الأمر هذا انتهى الموضوع هذا أخذها من الله لا فقط الأنبياء أخذوها أصلا مع كل ذلك لا يوجد أحد يقول أن العلوم الإلهية هي اللي نقولها واللي نشرحها هي حقيقة مئة بالمئة لا معصوم من الخطأ إلا الأنبياء واللي عصمهم الله بقدرة خارج هذا العالم بأكمله يقول ابو الرشد أنا ما أعرف ما الذي يحمل هذا الرجل على هذا القول أسأل الله العصمة والمغفرة من الزلل بالقول والعمل هذا درس جدا بليغ من أبو الرشد من أن يجعل الناس هدفهم تبحث عن الحق مو تهدم وفيما بعد تألف كتاب عن الحق من أجل أن نشكر الناس بالقليل اللي يسعون للمعرفة من أجل أن ننبذ الهوى وننبذ الكراهية وننبذ التعصب ولذلك أفضل شيء للإنسان أن يبتعد عن الكراهية عن التعصب عن أن يكون حامي وحارس للدين ويكره ويكفر البقية بيأكمله في موضع أخرى من كتاب تهافت التهافت لبل رشد يرى أن خصم العنيف يعني كان الغزالي متجاوز حل تجاوز جدا كبير على الفلاسفة ويقول هؤلاء مخازي وكذا فقال لا بصراحة إذا نتحدث عن المخازي أنت أبي حامد الغزالي أحق إنسان بالخزي فيصف يقول هذا إنسان شرير وإذا ما كان شرير جاهل لكن أنا أعتقد أنه هذا رجل جاهل أكثر من كون شرير أنا ذكرت في حلقة سابقة اسمها المتصوف الدموي الغزالي رجل رهيب رهيب جدا يعني حل القتل حتى الأطفال الصغار والنساء والشيوخ بالنسبة للمعاندين مو فقط من المذاهب البقية الأديان البقية بل حتى من المذاهب البقية رجل يعني باختصار هو صنيعة صفوية سلجوقية صنيعة صدوقية يعني ولذلك عمره 55 سنة ومشبع بن كراهية ويتملق لخليفة عباسي عمره خمصطع السنة المستظهر بالله العباسي عانم بهذا الحجم يتملق لغلام صبي عمره خمصطع السنة كل اللي ميزة أنه هو خليفة جارس عي كرسي إذن هذا كتاب لخصص الغزالي لبيان عز الفلاسفة عن أقامة الدليل على المعرفة وكذا فيصف بالرشد أنه تمويه وكتاب مموه وكتاب متهافد جدا يستمر بالقول يقول يعني لدرجة يقول أنه لله وأنه لا يراجعون على زل العلماء يقول أنه أسأل الله أن لا يجعلنا ممن يحجبنا بالدنيا عن الآخرة أسأل الله أن لا يجعلنا بالأدنى يحجبنا بالأدنى عن الأعلى وهكذا ولذلك يرى أبو الرشد أنه الغزالي هذا العالم الذي بلغت شهرته الآفاق وكذا هذا الرجل اضطر إلى مصانعة أهل العصرة يعني يقول بينقوسيا أنه هذا الرجل لا يصرح بالحق دائما وشنع على الفلاسفة وعلى المذاهب وعلى دانبقية لأنه كان صنيع السجوقية عند نظام الملك وعند الخليفة وغيرها فيقول بالرشد في تهافت تهافت عندما يرد على الغزالي بما شنع به آراء على الفلاسفة يقول أنه مثل هذه الأقاويل الكاذبة السفصطية قبيح لا يلق بي فأراد أني داهن أهل زمانة الوزراء والخلفاء وغيرها هذا الرجل بعيد جدا عن ظهار الحق الكلام كله يقول هذا الرجل قد يكون معذور بحسب الوقت والزمان اللي موجود به وبالفعل تتفت الغزالي قلبه عليه حتى كتبه حرقوها بأكملها ثم يقول بالرشد أن تعرض أبي حامد الغزالي إلى مثل هذه الأشياء على النحو اللي يتعرض به هو ما يخلوه من واحد من ثميا يأما هذا الرجل فهم الأشياء حق فهمها لكن ساقها على غير حقائقها وهذا فعل ما يقوم بإلا الإنسان الشرير أو لا هذا الرجل لم يفهم الأمور حق فهمها فتعرض إلها بالقول وبدأ يحط من قدر الفلسفة والفلاسفة وهذا من فعل الجهال هذا الرجل يستمر بالرشد يقول أنا أجل الغزالي عن أن أصفها بشرير أو جاهل لكن أعتبر إذا أريد أدافع عنه أقول هاي كبوة ولكل جواد كبوة كبوة تبي حامد الغزالي هو كتابتها أفط الفلاسفة ويرجع يقول لعله اضطر إلى ذلك من أجل الزمانة ومكانها يقصد ألاقتب نظام الملك الوزير السلجوقي والخليفة وغيرها يقصد يعني أنه اضطر أنه يشنع على المذاهب والأديون البقية والفلاسفة وغيرهم فكان يعني يقول بما معنى هذا رجل مرائي متملق مداهن متصنع لا أكثر بالأقل والحقيقة بن رجد ما اكتفى بأنه رد على الغزالي فيما قال بتناول مسائل مختلفة كثيرا بأن المتكلمين أعداء الفلاسفة وغيرهم ليس فقط اللي يتكلم بها الغزالي ورمى الفلاسفة بالكبر بالعفو بالكفر وأنهم وناس مبتدعين في الدين وناس دعالين مظلين لا تناول مسائل بيأكملها بالشرح السهل بتوضيح جدا كبير من بدألك برشدة من الأغريق وهو نازل وبين أنه لا يوجد شيء على أي فيلسوف مسلم عندما يذهب ويقتبس ويدرس ويقرأ علوم الأغريق وخصوصا فلسفة أرستو أرستو حسب رأي أرستو حسب رأي بالرشد هو يعني يقول هذا رجل كامل الحق عنده لدرجة يقول أنه أرستو هو الذي عناه الله بقولهم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرة الحقيقة إذا أريد أذكر ما موجود بالتهافت تهافت الفلاسفة وتهافت التهافت يراد حلقات جدا طويلة لكن أهم النقاط اللي تم الاعتراض بين الغزال وبين المرشد ألخصها ضرورة النقاط أول نقطة يعني أفهم باختصار شديد أول نقطة احتج بها الغزال هي مسألة العقل هل العقل عنده مقدر على الوصول للحقاق اللي يطلع على هذا الإنسان يقدر أم ما يقدر الغزال يقول لا ما يقدر عن طريق الوحي وانتهى الموضوع على العكس من عنده أبن الرشد هاي أول موضوع مسألة العقل ثاني موضوع مسألة قدم العالم وحدوثه كفر الغزال وكل من جاء من بعده وحتى من قبله من المتكلمين أي شخص يقول بأن العالم قديم العالم محدوث يعني الله صنع في أوجد هذا العالم في زمان ومكان معين كما موجود بالتبرات قصة سفر التكوين وبالإنجيل وبالقرآن الكريم لماذا العالم محدث لأنه إذا قلنا العالم قديم حسب الغزال راح يصبح العالم قديم وألا قديم راح نجد أنه هناك صفة يتميز بها العالم هو والله اثنينهم قدماء فكيف يذهب الفلاسفة إلى أن يذهبون إلى يشاركون الله في صفة يشاركون نعم الفلاسفة يشاركون الرب في صفة القدم عن طريق قولهم أنه العالم قديم أصبح العالم قديم والله قديم سينهم قدماء نحن نعرف أنه رسطة والذي يذكرون اللي متابعين حكمة الغرب رسطة يقول أنه العالم قديم على العكس من عند الديانات الإبراهيمية يقول لا العالم محدث خلقه في زمان معين وكذا والآخرين وهذه الموضوع حتى قبل الغزالي المعتزلة أيضا اضطرقوا لهم النقطة الرابعة المهمة البعث والحساب بعد موت الإنسان الغزالي كان معترض أنه الفلاسفة ولا واحد مضطرق إلى موضوع بعث الإنسان بعد أن يموت وكيف يتلقى جزاء بالجنة أو بالجهنم هاي مسألة الشقاء والسعادة الأخروية مضطرقوا لها ولذلك هم ما يؤمنون بها ما يؤمنون بجنة ونار هاي النقطة أخذها عليهم والنقطة الرابعة هي مسألة السببية اللي الغزالي اختلف بها مع الفلاسفة اختلاف كثير وأي نقطة من هذن الأربعة فقط اللي نذكرهم كل وحدة رأس لحلقة قادمة لكن أنا ذكرتهم باختصار شديد لربما في قابل الأيام للطرق لهم بالتفصيل بالنهاية العالم الإسلامي اختار الغزالي أوروبا اختارت بالرشد الغرب أخذ كل أفكار بالرشد أفكار بالرشد اللي شرح لك بها أفكار أرسلو وفلسفته اللي بدأوا يدرسوها بالجامعات استغلوا كل انتاجاته بالفلح بالفيزياء بالأخلاق بالرياضيات وأيضاً عندما رأوا شرح الأرسلو قالوا بما معنى هذه بضاعتنا ردت إلينا فبدأوا ب قراءة واحترام واعادة واحياء الفلسفة في أوروبا فحدثت نقلة نوعية في أوروبا من ذلك الآن ولحد اليوم بلغوا مستويات عالية بسبب الفلسفة من ذلك اليوم إلى حد اليوم الغرب كان عايش في سبات كما نقول عايش في عصر الظلمات لكن بفلسفة بالرشد اللي أعادلهم فلسفة أرسطو واللي هما أيضاً ظهروا عندهم فلسفة فلسفة نهضت بأوروبا ومن ذلك اليوم إلى هذا اليوم العالم الغربي عايش بعلم ونور وكذا أما نحن اختارينا نموذج الغزالي اختارينا تهافة الفلسفة المعادي للفلسفة والمعادي للعلم اللي على أثر سوف يحرقون كتبه بالرشد ومن ذلك الآن لحد الآن انتهت الفلسفة انتهى العلم انتصرت التكايا والدراويش والحسينيات والمساجد وغيرها وعشتنا من ذلك الآن إلى حد اليوم متاهات الجهل والأمية والتخلف لا علوم لا فلسفة لا فكر لا أخلاق أي شيء على الأطلاق عبيد أذلاء لرجال دين جهلة متخلفين لكتب حطمتنا كتب الأحاديث والبخاري والكافي وغيرها وبيأكملها والفضل كله يعود المن لبي حامد الغزالي انتهت حلقة اليوم وشكرا لكم اشتركوا في القناة